الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتحركات عسكرية مثيرة في الخليج العربي من أجل ردع ما تقوم به إيران من أنشطة في المنطقة بشكل عام ومن هجمات على السفن حقيقة الناقلة للنفط على المستوى الإسرائيلي وغيرها وقد تهدف إلى أمور أبعد من ذلك هسا اللي صارت وهذه القوى التي نتحدث عنها هي طبعا الأسطول الأمريكية الخامسة التابعة للبحرية الأمريكية اللي هو متمركز بشكل رئيسي في البحرين هنا هذه هي البحرين وهذا طبعا الأسطول الخامسة الأمريكي هو موجود منذ عام 1995 باتفاق مع البحرين وهو مشارك في عمليات عسكرية في العراق شارك أيضا هذا الأسطول في عمليات عسكرية على أفغانستان قبل الانسحاب اللي صار طبعا بالتأكيد في أفغانستان له فترة طويلة وباع طويل هذا الأسطول في المعارك بالإضافة إلى ذلك أن هذا الأسطول أيضا مسؤول عن عملية حماية اتجارة النفطية والناقلات النفطية التي تنتقل عبر مضيق هرمز وتدخل إلى الخليج العربي لأن طبعا مضيق هرمز يعني يمثل عبارة عن 20% من التجارة النفطية هي كلها تمر عبر مضيق هرمز وكذلك هذا الأسطول أيضا هو مسؤول عن عمليات الحماية ليس فقط على هذه المنطقة وإنما هو يمتد أيضا طبيعة الحماية مالتهم إلى مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر وإلى قناة السويسة الشيء الجديد والتحرك الجديد الذي صار بهذا الأسطول هو أنهم سيطلقون الآن قوة جديدة تظن طائرات درونز متقدمة جداً محمولة جواً وكذلك محمولة بحراً وكذلك أجهزة ومنظومات تعمل تحت المياه وهذه طبعاً هدفها الأساسي بالنسبة لهذه المنظومات الجديدة التي سيطلقونها وهذه القوة الجديدة هي عملها هي مراقبة إيران تماماً فتح العيون بشكل أكبر مراقبة كل تفصيل يصير بهذه المنطقة كون أن إيران تهاجم كثيراً الناقلات النفطية بشكل مباغد وتنكر هذه الأمور كثيراً كما يعتقدون الأمريكان والإسرائيليين خاصة وعلينا أن لا ننسى بأن كان هناك هجوماً إيرانياً على الناقلة النفطية ميرسر ستريت قبالة السواحل العمانية وطبعاً هذا التحرك المهم جداً كانت له أيضاً تصريحات من نائب القائد الموجود لهذا الأسطول الأمريكي الخامس اللي هو نائب الأدميرال براد كوبر شوف شون اللي قال على أساس السؤال الذي طرح له حول السلوك الإيراني في هذه المنطقة هذا اللي قال نحن ندرك تماماً موقف إيران وسنكون مستعدين للتعامل مع ذلك بشكل مناسب سأترك الأمر عنده هذا الحد رجل عسكري ليس سياسي وبالتالي هو يصرح بهذا الشكل هذا الأمر اجت تزامناً أيضاً مع أمر صار قبل تسعة أيام وتحديداً في يوم 1-9-2021 بيتحول كبير جداً على المستوى العسكري وتحديداً متعلق بالقيادة المركزية الأمريكية الوسطى الآن هم أعلنوا مثل ما قلنا 1-9-2021 بأن القيادة المركزية الوسطى الأمريكية أعلنت بأنها أصبحت مسؤولة عن القوات الأمريكية الموجودة في إسرائيل وما الذي يعنيه هذا يا ترى من يوم اللي تأسست هذه القيادة المركزية الوسطى من عام 1983 هي طبعاً أساس عملها أن تقوم بالعمليات العسكرية والمناورات العسكرية في الشرق الأوسط في آسيا الوسطى في جزء من جنوب آسيا وكذلك مع مصر اللي هي طبعاً تعتبر جزء من أفريقيا وبالتالي النقطة الأساسية هنا أنه من يوم اللي تأسست ما قدروا يضمون إسرائيل وياهم رغم الموقع الجغرافي لإسرائيل لأنها تعتبر موجودة في الشرق الأوسط وبسبب النزاعات لإسرائيل مع الدول العربية في تلك الفترة الكبيرة هي طبعاً في وقتها انضمت إلى القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا وهذه طبعاً هي مسؤولة عن العمليات العسكرية والمناورات العسكرية في أوروبا وفي روسيا وفي غيرها الآن هذا التغير اللي صار هو يوضح تماماً حقيقة العمليات التي تهدف إليها الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بنت أنهم يريدون اقتراب أكبر تحالف أكبر مع الدول العربية من أجل مواجهة إيران والفصائل المسلحة الموالية لها والسلوك الموجود في المنطقة بشكل عام خاص وأن علينا أن ننسى أن إسرائيل في هذه الفترة اقتربت من العرب طبعت مع البحرين طبعت مع الإمارات اقتراب مع عدد من الدول لذلك علينا أن لا نستغرب إذا ما شهدنا مناورات عسكرية تقودها القيادة المركزية الوسطى فيها إسرائيل وفيها عدد من الدول العربية قد تكون حتى من الدول التي لم تطبعوا طبعاً هذا التحرك من الأسطول العسكري الأمريكي الخامس الذي نتحدث عنه مع البحرية الأمريكية مع هذا التطور الذي نراه الآن مع القيادة المركزية الوسطى هي توضح تماماً نتائج هذا الاجتماع الذي جرى بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتة لبنت في البيت الأبيض قبل أسبوعين وأضحى هذه هي جزء كبير جداً من النتائج التي نراها وطبعاً أيضاً تأتي في وقت وفي ظروف للاتفاقية النووية والمفاوضات النووية تعيش واحدة من أصعب ظروفها يعني هناك أحباط كبير جداً على مستوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب التقدم اللي صار في عمليات إنتاج اليورانيوم من تخصيب اليورانيوم اللي دي يصير بنسبة 60% ليس هذا فحسب وإنما الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن بدأت تشتكي واشتكت يوم أمس من قضية صارت على هذا الموقع هذا طبعاً هو المصنع الوحيد في إيران لأجهزة الطرد المركزية اللي هو يقع شمال غرب محافظة كرج الإيرانية هذا الموقع وتحديداً هذه النقطة التي ترونها تعرضت إلى هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية وكانت هناك تقارير تتحدث أنه كانت هناك عبوة في الداخل في هذا الموقع انفجرت وتحديداً في شهر 6 2021 صار هذا الهجوم المشكلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وشكوتها من هذا الموضوع طبعاً إذا ما ألقنا نظرة هذا هو الانفجار الذي جرى بهذا الشكل مشكلة الوكالة الدولية هي تقول بأنه كانت هي تمتلك كاميرتين موجودة في هذا الموقع واحدة من الكاميرات دمرت بالكامل والكاميرا الأخرى تعرضت إلى أضرار جسيمة وبالتالي الوكالة الدولية لا تستطيع أن ترى أي شيء يحدث ما الذي يجري في هذا المكان لا تراه أبداً منذ شهر 6 2021 وإيران غير متعاونة أبداً في هذا الموضوع وفي عملية أعطاءهم الإكوبمنت والمعدات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتالي هذه شكوى جديدة وتصعيد جديد وهنا النقطة الأساسية أنه أين وصلت هذه المفاوضات النووية المشكلة ما زاد الضغط على هذا الموضوع كله هي الشروط الجديدة التي وضعتها إيران من خلال الاتصالات التي صارت بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صارت على مستوى اتصالين وكانت هناك شروط إيرانية حازمة قالوا بالنسبة أننا ما عدنا مشكلة أن نعود إلى المفاوضات النووية ولكن بشروطنا وليست بشروط الولايات المتحدة الأمريكية أو بشروط الغرب شروطنا هي الآتي سنعود المفاوضات النووية معكم في جولتها السابعة فقط للحديث عن الأمور النووية تخصيب اليورانيوم أجهزة الطرد المركزية وغيرها من الأمور والأنشطة النووية لن نناقش الصواريخ الباليستية لن نناقش ميليشياتنا الموجودة في المنطقة وليس هذا فحسب بل تعطونا أيضا 20 مليار دولار من الأموال المجمدة المستحقة لإيران من كوريا الجنوبية من اليابان ومن دول الاتحاد الأوروبي لديهم أموال مجمدة هنا نريد 20 مليار دولار من عدها حتى نرجعوا إياكم للمفاوضات وإلى الجولة السابعة وطبعا هذه واضح جدا وضعت ضغطا كبيرا جدا جعلت وزير الخارجية الأمريكي يوم أمس أنتوني بلينكين يظهر ويتحدث وقال بأننا اقتربنا من النقطة اللي قد نصل فيها إن العودة للاتفاقية النووية لن تأتي بنتيجة ولن تكون فعالة ولن تكون هناك فائدة بسبب التخصيب العالي بسبب عدم تعاون إيران وواضح بسبب هذه الشروط التي نراها الآن لذلك الظروف في المنطقة واضح بأنها لا تسير بالطريق الصحيح وواضح قد تكون هناك خيارات ثانوية خيارات ثانوية التي تحدث عنها بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت عن طبيعة ما ممكن أن يتخذونه ضد إيران في حالة فشل هذه المفاوضات النووية والأيام المقبلة ستكون كفيلة بإعطائنا الصورة الواضحة من كل هذه التحليلات